مساء الخير مساء الخير مشاهدين واهلا بكم الى تفاصيل نشرتنا من المركز الاخباري بدمشق لم تعد تصريحات الغرب اليوم تعوض خيبات مرتزقتهم في الميدان بل لم تعد تعوض خيبات انفسهم في السياسة فقد باتت اليوم عبءا عليهم ودليلا اضافيا لتخبطهم وارتباكهم فبين داع للتسليح ورافض له وبين محفز لتدخل في سوريا ومتراجع عنه فالامريكي يتبرأ من دعوات التسليح التي لطالما كان داعمها وموجهها ويهرول باتجاه الروسي لايجاد الحل والالماني يقود قاطرة العودة الاوروبية على السكة السياسية فصقور الامس باتوا اليوم بلا اجنحة واصحاب الصوت العالي باتوا اليوم بكما يغصون بالعبارات ويتلعثمون بالكلمات فلقد اقتنعوا اليوم ولو متأخرين ان سوريا لا يمكن ابتلاعها وشعبها لا يمكن ارهابه وجيشها لا يمكن كسره وقائدها لا يمكن اخضاعه وعالمها لا يمكن تغييره واقتنعوا بان ضججهم السياسية لن يقدر ان يشوش الصورة وتهديداتهم الكيموية لن تستطيع تغيير الحقائق التي يرسمها جيشنا على طول خط النصر ببندقية الكرامة وحراب العزة وارادة الحق بهزيمة الباطل فسوريا قسمت العالم ولم تنقسم فتقهقر الكون عن جغرافيتها وتاريخها وسقطت الاقنعة والوجوه عند عتبات ابوابها واحترقت احقاد الحاقدين عند سفوح قلاعها وتلاشت اوهام اشباه الرجال بان يفقد الرجولة معناها ومبناها ويهدم حصن الكرامة والاباء فقد حلموا ببيع الارض لصارقها وان يختموا له بختم خيانتهم ويمنحوه صك غفران ابدي عن كل مجازره ويغسل ايديه الملطخ بدماء شعبنا لكن شهداءنا بالمرصاد ونحن من ورائهم ومشينا جميعا مشية حساب تجاه من اراد ان يخون قضيتنا وتاريخنا ودماءنا ومن اراد ان يزرع الموت عنوة في ارضنا فقالت دماؤنا كلمتها وافترشت الارض شقائق نعمان هي التضحيات التي تصنع النصر الذي يستحقه تاريخنا ويليق بسيفنا الدمشقي الاصيل ويحق لشعبنا التباهي به بين الامم فمن احق منا به ونحن ابناء الشمس والقمر واحفاد التاريخ وورثة الجغرافيا الباقية ابدا الدهر